السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم جميعا عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير عندنا عزومة جمدة جدا النهار ده بس عزومة حلوة كده والناس حبيبنا هم اللي طلبين الاكلة دي مننا بيحبوا يأكلوها معايا انا وامو عمر فنسمي الله كده ونصلي على النبي عليها افضل الصلاة والسلام ونشوف احنا معانا ايه انا عايزة الاول بس اقول لكم اي رأيكم في الصانية الحلوة دي صانية جمدة ومن الاخر فنسمي الله كده ونشوف معانا ايه؟ انا معايا منبور ومعايا الفتة والكوارع وشربة منبور وشربة كوارع والحاجات بقى الحلوة اللي بتبقى ايه جنبهم دي ناس كتيرة بيحبوا الاكلة دي قوي وناس كتيرة لأ جربها كده ان شاء الله بالطريقة دي هتعجبك جدا نسمي الله بقى ونبدأ في الشغل ايه على طول انا معايا هنا دي الكوارع طبعا كلنا كده عارفين طريقة تنضيف الكوارع احنا بننقعها في ميا وملح ولمون بلاش خل عشان ما تغلبكش في السوا بتاعها وشوية دقيق بقى وياري بقى ميتها كل شوية كده لغاية ما تنضف معايا وتبقى زي الفل كده اما حاجة بس تبقى بيضة وحلوة كده وايه وزي الفل وانت مش تشملها ريحة زفورة ولا حاجة اللمون حلو جدا في التنضيف الكوارع وبعد كده عندي بقى حلة ميا مغلية كده على النار آآ مجرد هتغلي هسقط فيها الكوارع على طول وفي حركة بقى حلوة جدا كده بتخليكي تاخدي شربة كوارع نضيفة وما فيها الزفورة ولا كلام من ده خالص انا هحط الكوارع بتاعتي في الحلة دي وهرمي الميا دي على طول اول ما تاخد غلوة واحدة بس تمام كده يبقى اول دور في الكوارع هنرمي الميا بتاعته وبعد كده هنحط ميا مغلية جديدة بس ميا مغلية مش ميا ملحنفية كل الحاجات اللي انا بقولك عليها دي علشان ما تأثريش على سوى الكوارع وتتعبف ايه في سواها المهم هنأه هتاخد غلوة ان شاء الله ونغير ميتها كده مع بعض ونشوف هنحط في الشربة بتاعتها هي غلوة واحدة كده بس وهنرمي الميا دي عايز اقولك كمان هنا انا رميتها يعني رميت اول دور وهحطت بقى بالكاتل ميا سخنة جديدة وهبتدي حط بقى ايه حطت ملح حطت لا ما حطتش ملحة حطت الفلفل الاسود وحطت حبهان وورق اللورة بس هنا معلش المقطع ده جي قبل ده حطت بقى هنا ده كان رميت الميا بتاعتها خلاص وبتدي بقى ايه حطت بقى الحاجة الجديدة حطت البصلايا كده وببتدي حط الميا السخنة بس هو بقى مقطع سابق مقطع معلش سامحوني الميا تغلي كده وحط بقى بقى الحاجة بتاعتي البصلايا الورق اللورة والحبهان عندك ببصيني صحيح حطي الحاجات دي كلها اللي احنا عارفينها بتاعت شربة اللحم عادي تمام كده وانتي بتجيب الكوارع لو عايزة حاجة تكون زنها صغيرة هات اللي هي فيها نقطة زرقة من فوق هبقى وريكو في مرة ان شاء الله عشان دي كانت متقطعة فمعرفتش هوريها لكم المهم وهسيبها بعد تعيش حياتها كده في السليق معي بعد كده ده ايه ده التحال انا هنا ما شاء الله عشان العدد كان كبير فجبت التحال اللي هو العجالي ده اه فيه التحال الضاني بيبقى جميل جدا بس اه احنا كنا عايزين نجيبها لشان العزومة كان عدد الافراد فيها كتير فقمنا جيبنا بقى ايه التحال الكبير ده جبته ونظفته وقشرته على فكرة في ناس بيت اه حب اتقشاره بعد السليق لا انا بقشاره قبل السليق عادي اشرته كده ونظفته من بره وحطته يتسلق طبعا بقى بحاجات حبهان ولورة والحاجات دي كلها وكل ده بيترمي وتسلق وبقى معي زي الفل اهو ولازم يكشي كده شوية وبعد كده بقى الحاجات التانية دي اللي هي لحمة الراس والا والارئيش والفشة هم بيتبعوا مع بعض كده اه مجموعة كده مجموعة حاجات مع بعض والرجل بيعبها لك كلها مرة واحدة الحاجات دي كلها انا بنظفها كويس طبعا كل الكلام دوت غسيل واحنا عارفين وزي غسيل الكوارع كده ومية سخنة وطبعا انا بتخلص من اي حاجة بسلقها المية دي بتترمي طبعا الحاجة الوحيدة بس اللي هي شربة الكوارع وشربة المنبار اي حاجة تانية من دي لا سلقت الحاجات دي كويس جدا اهي وحطتها في مصفة وكمان بشتوفها يعني بعد السليق وبرمي ويدا بشتوفها شاطفة وعندي التحال اهو زي الفل متقشر طبعا من قبل مسلقه وجميل جدا اهو خلاص استوى هبتدي بقى ايه امسك الحاجات دي كلها اقطع التقطيع اللي انت تفضليها تمام كده شرائح صوابع مرحتك خالص التقطيع دي بتاعتك طيب عندي بقى كان عندي انا في الفريزر كان عندي قلوب القلوب الكبد لا حاجات دي انتوا عارفين كلها بتمشي مع بعضها في الاكلة دي فالقلوب دي انا غسلتها غسلة برضو كويسة كده ونقعتها بلمون وقطعتها كده وهبتدي ايه اه فيها يا فيها سمين بتاعها فمش هحطح معا حاجة خالص انا هحطها كده لتوسط يبال ومش حابة سلقها علشان ما تتهريش قوي يعني تبقى نص السوى كده حالة وتكمل سوى مع بقية الحاجة فاخدها تشويحها كده مع السمين بتاعها في توسط على جنب وبعد كده قم ضيفها للكلام ده كله اه وبعد كده هقلب كل ده في صانية واحدة وهشوح كله مع بعض والتحال عندي انا قطعته التقطيع دي اه يعني فيه شرائح وفيه سوابع كده وهقطع بقية الحاجة برضو نفس الكلام كده كله بقى عندي ايه شبه بعضه كده قطعته تقطيعات حلوة لحمة الراس بقى والفشة والكلام ده كله متقطع زي وعده اهو دي صانية فال بقى لم اتحكتي كلها كده فيها وهبتدي اركنها لغاية ما هجا شوحها حاجة فال كده علشان ما تلزقش وعلشان تتشوح معاك حلوة عايزة تشوحي شوحي عايزة تحطي تحت الشوية حطي هنا بعد كده طبعا خلطة المنبار المنبار طبعا اتقلب وتكحت وبقى زي الفل طبعا ما مرضتش بقى جبلكو الكلام ده كله انا جبت معاكو بس الخلطة الخلطة نايف ناية طبعا المنبار بالذات لازم يبقى نايف ناية ما ينفعش مسبك ما بيبقاش حلو طبعا المهم قطعته كده وعملته صوابع وسط انا عن نفسي بحب صغنان قوي بس انا عارفة ان اللي جايين بيحبوه الحجم ده وحلت ميا مغلية كده على النار وهبتدي قسقت المنبار بتاعي اه في الحلة اول ما هينزل هيستوي كده طبعا الشربة دي فيها بصلايا فيها حبهان غير بقى ان المنبار بقى والخلطة والبقدونس والكلام دوت هينكيه للشربة هتبقى جميلة جدا هنزل كده المنبار بتاعي كله وهسيبه برضو في الاول اكون معالية النور بعد كده تهدي النار علشان ما يفرقعش منك ويستوي براحته وكده كده بينزل بقى في الشربة كده شوية رز بس طبعا مش كتير لان احنا مش مش حاشين المنبار على اخره يعني وهسيبه بقى يستوي يعيش حياته كده مع نفسه وهشوف برضو هكمل انا ايه ما تقلقش خالص الناس اللي بتخافل ان هو يتفتح في الشربة ولا حاجة لا عالي في الاول ومجرد ما تنزليه وميمطي عليه عمره ما هيفرقع وبعمله كده وبقلب فيه براحتي ولا بيجرله اي حاجة بعد كده بقى عبال ما تسلق هو خلاص وقمت انا بقى حطيت شوية زيتسو هنانين قوي على الاسماء ايه الصانية اللي انا هقلب فيها الحاجة بتاعتي كده وهبتدي بقى ايه كل شوية قلب فيها واشوح في الكلام ده اه بيتبقى كده بالطريقة دي تحفة طبعا وتحت الشوية برضو بشوحشة بس قلت بقى حط في الفرن وكل شوية هخرج لقى الطريقة دي حلوة بصي بقى المنبور ما شاء الله حلو جدا خلاص هنا كان استوى وتمام قوي بصي بقى الشربة بتاعته وتحفة شربة المنبور دي بقى لان احنا عمينه ايه حرق شوية كانت تجنم وعليها كده اللمون كانت عمها حلو جدا بعد كده بقى الكوارع طبعا انا اول حاجة بدأت بيها وبعد كده انا قلتها على العين الصغيرة عايزة اقول لك بقى خلاص دي بتخالص بصي نصيحة كده وانت بتسوي الكوارع معلقة استلس بس تكون استلس وتقومي رمياها في الحلة بتاعت الكوارع مش هتاخد معاك وقت خالص هتستوي على طول دي ما كملتش على طول رغم انها مس صغيرة وكانت استوت على طول بس طبعا الملح زي اللحمة بنحطوش الاف الاخر بصي بقى الحاجات بتاعتي كل شوية قلب فيها بصي خدت لون حلو ازاي يلا بقى هنا هبتدي بقى خلاص كانوا جماعة بقى على وصول وهبتدي كده اه اطلع بقى ايه اقل المنبار واجهز في الحاجة بتاعتي المنبار بقى تحفى بصراحة اه حاجه حلوة قوي ولونه كمان حلو انا بحبه صغير قوي وبحب في القلي بصي وبقى لونه كده عشان بيبقى مقرمش وجميل بصراحة اكلة كانت جامدة جدا وكانت حلوة وعجبتهم جدا اه وقال فهنا وشيفة كده على اللي كلوها وقال فهنا وشيفة على اللي هيجربها ان شاء الله ان شاء الله كده تعملها كده بالتكات البسيطة اللي انا قلت لك عليها دي وتطلع حلوة معاك وتحبها ان شاء الله اه يا رب كده يكون الفيديو عجبكم اه هنا بقى انا دي طشة التوم انا بحب بقى شربة الكوارع عمل لها طشة التوم اللي بيحبوا اشربوها عندي اه متعودين اشربوها عندي كده خلوا توم بس وقم قفل حلوة على طول بعد ما تكون الكوارع يستود وبقيت الطشة دي بقى على الرز عملت بقى ايه الصينية الجامدة دي اه يا رب كده زي ما عجبت ديوفي تعجبكم اه والفيديو بتاعي كده لغاية اه هنا خلص اشوفكم بقى في فيديو جديد على الف خير وقبل ما تخرج من الفيديو لو عجبتك الطريقة ما تنسنش بقى في اللايك وتشترك في قناتي وتنوريني يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد على الف خير السلام عليكم اشتركوا في القناة